الاتلاف السوري المعارض ضعمه للدول العربية لتشكيل تحالف لوقف إرهاب إيران واتخاذ القرارات اللازمة عبر مجلس الأمن الدولي لوقف التدخلات الإيرانية وقال إنه لا يمكن القبول بدولة ترعى الإرهاب العابر للحدود وتبقى فوق القانون دون ردعها دوليا دعم الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية المعارض الدول العربية في مسعها لتشكيل تحالف لوقف إرهاب إيران وحزب الله الاتلاف أكد على أن الإجراء لا يجب أن يبقى خبيس البيانة بل يجب تحريكه عبر مجلس الأمن الدولي إيران متوافق على أنه لا بد أن تحجهم في سوريا والعراق واللبنان بشكل كبير لا من خلال العقوبات لا ربما من خلال موطيات أخرى الدور الإيراني سينحسر لكن يحتاج إلى تنشيط أكبر من خلال دول الخليج وعلى الرسالة السعودية الدخول بجدية بشكل أكبر وأعتقد أن المستقبل الأيام 2018 ستكون أيام صعبة على الإيرانيين وعلى الميليشيات الإيرانية الموجودة في سوريا ولبنان والعراق وطالما اعتبرت المعارضة السورية أن ما تقوم به إيران في سوريا هو نموذج حي على الإرهاب الذي تمارسه ميليشياتها في المنطقة كما دعت غير مامرة الجامعة العربية للتحرك ضد السعي الإيراني لإثارة النعرات الطائفية وإحداث التغيير الديمغرافية في سوريا إيران هي شريكة للنظام في ارتكاب الجرائم بحق الشعب السوري وهذا يترك آثار سلبية على أمن المنطقة ككل إيران تسعى لبسط نفوذها على كامل المنطقة هذا القرار الأخير هو معشر واضح أن على إيران أن تعدل من سياساتها في المنطقة وأن تعتبر أنها يجب أن تعيش كدولة تحترم التزاماتها وأن نفوذها لا يتجاوز حدودها وأن مشروعها لمد النفوذ الإيراني في المنطقة هو مشروع سيؤدي إلى إخلال الأمن والسلام في المنطقة وعقب اجتماع طارئ له في القاهرة قرر مجلس وزراء الخارجية العرب نقل ملف التدخلات الإيرانية إلى مجلس الأمن وإذن تحزب الله اللبنانية وحضر قنوات فضائية ممولة من إيران تابث على الأقبار الصناعية العربية لا يبدو مستغربا نعم المعارضة السورية بشتى أطيافها للمسعى العربي في كبح جماح الإرهاب الإيراني العابر للقارات لا سيما وأن سوريا تبقى أحد أكبر ضحايا ذلك الإرهاب على مدى ثماني سنوات طوال حنان نامق الإخبارية إسطنبول ترجمة نانسي قنقر